السلام عليكم ورحمة الله في الفيديو هذية كيف نتعامل مع غرف النقاش غرف النقاش هي تكون غرفة هنا موجودة على غرف النقاش في وسط الغرفة هذيك يكون المعلم بتاعي موضوع او اكثر نتناقش وحاوله غرفة النقاش كيف ندخل لها الغرفة هذية كيف نلقى فيها عدد المواضيع واحد موضوع فيه سؤال موضوع الموضوع وحط لي المعلم مع السؤال هذا مع الموضوع هذا حط لي درس على نيربوت نجم نتصفحه يحكي على الوياج نشوفه بعد ما نشوفه نتحصل على الرد متاعي نمشي ننزل على كل الهناء الفلزة فيها الرد ونحط الإجابة متاعي بيانسور لهنا الإجابة نجم تكون مليسار لليمين مليمين لليسار وسط السطر الحجم الخط نبدله اللون نبدله نجم نعمل برشة حاجات في الزندو تكسا ذي كيف زيدة نجم نحط تصويره نجم نحط الليان نجم نحط تسجيل متاع صوتي مثلاً بش نقول إجابة بتي بش نقول نعمل تأكيد ولهنا تكون عندي الإجابة متاعي بعد ما حطيت الإجابة متاعي بش ننزل على إضافة ولهنا نلاحظ اللي الإجابة متاعي في مربع مستطيل أحمر ويكتب لي سيظهر التعليق بعد موافقة المعلم انفو المعلم ويفق على التعليق متاعي او الرد متاعي وقتها هاني بش نعمل غفقة شيغ الباج متاعي وبش نلقى التعليق متاعي ما عادش في مربع أحمر تويكة ولا التعليق يظهر للمشاركين في الغرفة هذي متاع النقاش تحت الموضوع هذي هكا نكون جاوبت على موضوع متاع غرفة نقاش وعندي الحق في خمسة إجابات ما نفوتش وما غير منوصيكم انكم تجاوبوا على الموضوع اللي ولا السؤال اللي تطلب منكم ما تجاوبوش خارج الموضوع